الحمد لله الذي يمنُّ على عباده بإدراك مواسم الخيرات ويتفضَّل عليهم بمغفرة الذنوب والزلَّات ويتفضَّل عليهم برفعهم لأعلى الدرجات وأشهد أن لا إله إلا الله خالق الخلق رب البريَّات وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الممات وبعد فقد تفضَّل الله علينا فيما مضى بقراءة أحاديث كتاب البيوع وكتاب الشفعة وكتاب السلم ولعلَّنا بإذن الله عز وجل أن نبتد في هذا اليوم بقراءة أحاديث كتاب الإيجارة والإيجارة تتعلَّق بالمنافع لا بالأعيان فهي بيع منفعة وهذا البيع للمنفعة بيعٌ مؤقت بيعٌ مؤقت فهذه ميزة الإيجارة وقد ذكر الله جل وعلا أنواعً من الإيجارات في كتابه فمن ذلك ما ذكره في قصة موسى مع صاحبي مدين قال إن يريدوا أن ينقحك إحدى ابنتي هاتين على أن تاجرني ثمانية حجج فدل هذا على مشروعية الإيجارة وأنها كانت موجودة عند الأمم السابقة ولعلَّنا أن نتحدَّث عن أحاديث الباب واحدًا واحدًا فليتفضَّل القارئ بارك الله فيه الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلِّم على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علِّمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علَّمتنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الإيجارة قال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهم مع يميني والآخر عيساري فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فكلاهما سأل فقال أحدهما أمرنا يا رسول الله وقال الآخر مثله فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما علمت أنهما يطلبان العمل فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قال صد فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس إلى اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن فبعث كل واحد منهما على مخلاف قال وليمن مخلافان ثم قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف فسأله أبا موسى عن أشربة تصنع بها فقال وما هي قال يا نبي الله إن أرضن بها شراب من الشعير المزر وشراب من العسل البتع فقال كل مسكر حرام فانطلقا فانطلق كل واحد منهما إلى عمله وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه وكان قريبا من صاحبه أحدث بها عهدا فسلم عليه فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إليه وإذا هو جالس وقد جلت مع إليه الناس فلما قدم عليه ألقى له وسادة قال أنزل وإذا رجل عنده موثق قد جوعيت يداه إلى عنقه فقال له معاذ يا عبدالله بن قيس أيما هذا قال هذا رجل يهودي أسلم ثم تهود وكفر بعد إسلامه قال اجلس قال لا أنزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله ثلاث مرات قال إنما جئ به لذلك فانزل قال ما أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل ثم نزلا فتذاكرا قيام الليل فقال يا عبدالله كيف تقرأ القرآن قال قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا قال وكيف تقرأ أنت يا معاذ قال أنا مؤول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم فأقرأ ما كتب الله لي فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي قوله بهذا الحديث عن أبي برده عن أبي موسى روى الحديث عن والده أبي موسى الأشعري وقد أورد المؤلف هذا الحديث لما فيه من استعمال أبي موسى على العمل في اليمن وهذا عقد إيجارة إيجارة على عمل فإن الإيجارة تنقسم إلى قسمين إيجارة على عين لأخذ منفعتها مدة معلومة وإيجارة على عمل بحيث يستاجر أجيرا ليؤدي له عملا وهذه على نوعين إيجارة عامة وهي التي تكون على أداء عمل وبحيث يتمكن العامل من أخذ العمل من أشخاص مختلفين والنوع الثاني الإيجارة الخاصة وهي التي تكون جميع منافع الأجير في وقت الإيجارة وإيجارة مملوك أهلي المستعجر ففي هذا استعجار الرجل الصالح وفيه ترك السعجار من لا يصلح للعمل كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين فلم يستعملهما قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذهاب الإنسان إلى مواطن العلم وإلى أهل العلم للأخذ منهم قال ومعي رجلان من الأشعريين وهذه قبيلة من قبائل الأز وهم قبيلة أبي موسى قال أحدهما عن يميني والآخر عن يساري فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيه فضيلة السواك وجواز استعماله مع وجودي الآخرين قال فكلاهما سأل أي أن كل واحد من الاثنين الذين جاء مع أبي موسى طلب طلبا فقال أحدهما أمرنا يا رسول الله فيه طلبوا الولاية وأن الأولى عدم تولية الولاية لمن طلبها وقال الآخر مثله يعني طلب منه أن يوليه بعض العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى يعني كيف تأتي لي بهذين الرجلين الذين يسألان هذه المسألة أو قال يا عبد الله بن قيس استنكر أن يكون قد جاء بهما وهو يعلم مرادهما فقال أبا موسى والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما أي لم أكن أعلم بطلبهما وما علمت أنهما يطلباني العمل يعني لم أعرف مقصودهما من الإتيان معي وفي هذا استحباب توثق الإنسان من من يكون معه ليعرف مقاصده ونيته قال فكأني أنظر إلى سواك تحت شفته قلصت يعني انسحبت الشفة وتدلت للأسفل ففي هذا استعمال السواك ماما الناس وقوله لن نستعمل أو لا نستعمل على عملنا من أراده أي أن من طلب الولايات فإن الأولى عدم توليته إلا إذا كان هناك مزية في طالب العمل لا توجد عند غيره كما طلب موسى عليه السلام ولاية العمل من ملك مصر وقوله إنا لا نولي هذا الأمر من سأله يعني لا نعين في الولايات العامة من طلب الولاية عليها ولا من حرص عليه وذلك لأن المقصود بهذه الولايات إقامة الشريعة لا التكسب ولا رفع مكانة الإنسان ومن ثم فإن من خلصت نيته بطلب الآخرة فإنه لن يطلب العمل في هذه الوظائف ثم قال ولكن اذهب أنت يا أبا موسى إلى اليمن كأنه عينه واليا على جزء من أجزاء اليمن وهذه قصة بعثي أبا موسى ومعاذ إلى اليمن وكان ذلك قبل حجة الوداع وقال ثم أتبعه معاذ بن جبل وفيه إرسال الولاة ليعين بعضهم بعضهم الآخر والذي يظهر أن أبا موسى ومعاذ كل منهما يستقل بمنطقة ولاية لا تتعارض مع ولاية الآخر قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن بعث كل واحد منهما على مخلاف والمخلاف جزء من المنطقة بمثابة المحافظة أو الولاية وفي هذا ذكر شأن اليمن وفيه تقسيم البلاد ليتولى موظف كل جهة القيام بأعمالهم ولأن لا يحدث تنازع واختلاف في الاختصاص وقال واليمن مخلافان أي إقليمان مختلفان ثم قال يسرا ولا تعسرا فيه الأمر بالتخفيف والتيسير خصوصا في أمور الولايات وفي التعامل مع الناس وقوله وبشرا ولا تنفرا أي اجعل الناس يقبلون على ما أنتم فيه من الحق بنفس منشرحة راغبة في الخير مؤملة لفضل الله ولا يكن من تصرفاتكم ما فيه غلظة وشدة تجعل الناس ينفرون عن الاستجابة للحق الذي معكم وقوله وتطاوع ولا تختلف أي ليطيع كل واحد منكم الآخر وفيه إنه إذا وجه أميران إلى موطن فإنهما يؤمران بأن يتطاوعا ولا يختلفا وفيه نهي الولاة أن يعصي بعضهم بعضهم الآخر وفي الحديث الترغيب في التيسير والتسهيل وفي الحديث أن الشريعة لا ترغب في الاختلاف بل تأمل في الاجتماع وفيه أن الشريعة تنهى عن التنازع والاختلاف في الأمور العامة وفي الحروب وفي العلم وفي هذه الحديث ذكر شيء من وجوب طاعة الإمام وقوله في هذا الحديث فسأله يعني أن أبا موسى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشربة تصنع يعني تصنع في اليمن هل هي حلال أو هي حرام قال وما هي فقال يا نبي الله إن أرضنا بها شراب من الشعير يقال له المزر وهناك شراب من العدس يقال له البتع فقال النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة في هذا كل مسكر حرام وقد اختلف أهل العلم في لفظة كل مسكر فقال طائفة بأن المراد بها كل شراب من شأنه أن يسكر حتى ولو لم يصل لدرجة الإسكار فإنه حرام وهذا قول الجمهور ويستدلون عليه بالحديث الآخر ما أسكر كثيره فقليله حرام وذهب الحنفية إلى أن التحريم يقتصر على ما أسكر حقيقة أو كان من شراب العنب خاصة قال وفي هذا دلال على استعمال الثمرات بما يعود على الناس بالنفع قال فانطلق يعني ذهب أبو موسى ومعاد فانطلق كل واحد منهما إلى عمل أي إلى الجهة التي تولى عليها قال وكان كل واحد منهما من أبي موسى ومعاد إذا سار في أرضه يعني في موطن ولايته وفيه أن أصحاب الولايات يسيرون على ولاياتهم يتفقدونها قال وكان قريبا من صاحبه يعني إذا قرب من أرض صاحبه فإنه يزوره من أجل أن يحدث به عهدا جديدا فيسلم عليه وفي هذا سحباب الزيارة في الله وفضل السلام بين أهل المؤمنين وفي هذا السفر من أجل زيارة الإنسان لأخوانه في الله قال فسار معاذ في أرضه قريبا من صاحبه أبي موسى فجاء يسير على بغلة في ركوب البغلة واستعمالها حتى انتهى إليه يعني أن معاذ وصل إلى أبي موسى وفيه زيارة أهل الولايات بعضهم لبعضهم الآخر قال وإذا هو جالس وقد اجتمع عليه الناس وما اجتمع إلا لوجود حدث قال فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى أبو موسى له وسادة إكراما له من أجل أن يجلس عليها فقال انزل فيه ترحب الرجل بأضيافه وتهيأت المكان لهم قال وقد اجتمع إليه الناس يعني إلى أبي موسى فلما قدم معاذ عليه قال فلما قدم عليها قال هو وسادة وقال انزل وإذا رجل عنده موثق أي مربوط وقد جمعت يداه إلى عنقه يعني أن يديه قد وضع على راقبته من الخلف وربطت وقيل بأن المراد به جعلها إلى أعلى صدره فقال له معاذ عبد الله بن قيس أي ما هذا يعني ما شأن هذا وما خبر هذا وفي هذا تفقد الولاة بعضهم لبعض وسؤالهم عن أحكام بعضهم الآخر فقال هذا رجل يهودي أسلم ثم تهود وكفر بعد إسلامه وفي هذا دلال على قبول إسلام اليهودي قال إجلس قال لا أنزل يعني من بغلته حتى يقتل وفي هذا دلال على أن حد الردة هو القتل قال قضاء الله وقضاء رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقال أبو موسى إنما جي أي أتي بهذا الرجل لذلك من أجل أن يقتل لردته فانزل قال لا أنزل حتى يقتل فأمر به فقتل فيه المبادرة في تنفيذ الحدود والذي يظهر أن أبا موسى قد استتابه قبل ذلك فلم يتب قال ثم نزل يعني أن معاد نزل من دابته وتقارب في مجلسه ما فتذاكر قيام الليل فيه استحباب قيام الليل وأنه من الأعمال الصالحة فقال معاذ يا عبد الله كيف تقرأ القرآن يعني ما هي المدة التي تختم فيها قراءة القرآن وما هي الصفة التي تقرأ عليها القرآن فقال أقرأ القرآن قائما وقاعدا وعلى راحلتي وأتفوق ه تفوق يعني ألازم قراءته في جميع الساعات وقال فكيف تقرأ أنت يا معاد وما هي طريقتك فقال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزء من النوم يعني ارتاح بدني بما نمت فيه ثم أقرأ ما كتب الله لي قال فأحتسب نومتي يعني أطلب من الله الأجر والثواب على نومتي التي أنوي بها التقوي على طاعة الله كما أني أحتسب قومتي أي أطلب الأجر في قيامي بأداء الصلوات أحسن الله إليكم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم فقال أصحابه وأنت قال نعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة قوله هنا أرعاها على قراريط لأهل مكة فيه ذكر عقد الإجارة وهذا الفعل كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور أهل العلم على أن أفعاله قبل البعثة لا يحتج بها ولكن الاحتجاج هنا بهذا الحديث من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الفعل مما يدل على إقراره عليه وكان ذكره له بعد وصول النبوة وفي الحديث جواز رعي الغنم وأخذ لإنسان الأجر والثواب على رعيه للغنم وفي هذا السعي إلى تواضع المؤمنين بتركهم التكبر والترفع وفي هذا فضيلة مهنة رعي الغنم وأنه قد زاولها أنبياء الله عليه السلام فقال الصحابة وأنت يعني حتى أنت يا رسول الله رعيت الغنم فقال نعم يعني أنه رعى الغنم قال كنت أرعاها أيقوم برعيها على قراريط وهي دراهم قليل يسيرة لأهل مكة وفي هذا جواز مهنة الرعي وجواز عقد الإيجارة بين رجلين في مسائل الإيجارة بارك الله فيكم وفقكم الله لكل خير أسعدكم الله في الدنيا والآخرة وجعل الله عاقبتكم في الأمور كلها إلى خير كما نسأله جل وعلا أن يتولى شأن الجميع برعايته وحسن طالعه وسأله جل وعلا أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر